لمزيد من التفاصيل والمتابعة حول أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي والذي عقد في جامعة الدول العربية بشأن القضية الفلسطينية عقب عقد قمة القاهرة للسلام يطلعنا عليه الزميل باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري شهدت جامعة الدول العربية بالقاهرة مؤتمر صحفي عقد بين الدكتور صالح التوجري رئيس جمعية الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربي والدكتور هيفاء أبو غزالة رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية والتي دعت إلى تنظيم هذا المؤتمر الصحفي المؤتمر الصحفي في البداية أثنى على جهود الدولة المصرية وشكر للدولة المصرية قيادة وشعبا على المجهود الرائع الذي تقوم به في مؤذرة القضية الفلسطينية وما يحدث لإخواننا في غزة من أحداث دامية على مدار الساعة الجهود الفردية لجمهورية مصر العربية وأيضا إطار الجهود في الإطار الجمعي العربي أو الدولي لمصر تحدث أيضا دكتور صالح عن المشاكل والمعوقات التي تواجه الهلال الأحمر العربي وبصفة عامة في توصيل المساعدات الإنسانية وإدخالها إلى الأشقاء في قطاع غزة وأيضا تحدث عن المشاكل التي تواجههم حاليا من تكدس هذه المساعدات الإنسانية سواء في مطار العريش أو على المعبر لوجود شاحنات كثيرة لم تدخل حتى الآن بالتضفق الطبيعي أو المرجو وتوصيل المساعدات إلى أهلنا وطبعا عبر عن استياءه من المجتمع الدولي وسياسة الكيل بمكيالين وقيمه بعدم توفير السبل الآمنة والتزمت من قبل الجانب الإسرائيلي في إدخال المساعدات إلى الأشقاء في غزة وفي النهاية تمنى أن يصل أو تصل جميع المساعدات في أقرب وقت إلى الأشقاء هناك وأيضا أعرب عن أمله في أن تهدأ أو تنتهي هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن عن أشقائنا في قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر